متى ساعة الصهيونة لتحقيقها على أرض فلسطين؟ ولماذا اختاروا فلسطين تحديداً؟ وهل صحيح أنه كان هناك أماكن أخرى مرشحة لهذا الموقع الاستيطاني ثم استبدلت بفلسطين بعد ذلك؟ نعم، أصله هو في الواقع أوروبا كانت بدأت تفكر هذا التفكير الصهيوني على مستويين أول مستوى أن الحال الإمبريالي لجميع مشاكل أوروبا هو تصدرها فكان عندهم مسألة يهودية فكيف نتخلص منها بتصدرها إلى الخارج تماماً كما صدروا المجرمين وصدروا المحتجين دينياً وهكذا وصدروا الفاشلين اجتماعياً فكان لابد أن يتم تصدير اليهود في هذه المرحلة كان البحث يتم عن أي أرض موزنبيق، الأرجنتين، العريش لكن الحدث أن المسألة اليهودية التقت مع المسألة الوثمانية المسألة الوثمانية هي أن أوروبا قررت تقسيم العالم الدورة الوثمانية فوجدت أنه من الضروري إنشاء دولة استيطانية في هذا المكان فمن خلال تزاوج الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية والتصور الإمبريالي للمنطقة حدث تزاوج بين العنصرين وتم تقرير فلسطين كمكان الاستيطان اليهود وهذا نشأ مرة أخرى في الأوسط الاستعمارية قبل أن ينشأ في أوسط اليهود لكن هنا ربما هذا يختلف مع التفسير الطوراتي لأرض المعاد التي يهاجر لها اليهود الآن اختيار اليهود لفلسطين نابع من منطلق طوراتي عقائدي بأنها أرض المعاد وأن من حق أي يهودي في أي مكان في العالم الحصول على حق المواطنة والعودة إلى أرض المعاد أما يختلف هذا التصور عن الواقع الحالي بالنسبة لليهود ورؤياتهم لفلسطين؟ أنا سأفاجئك بالقول أن العودة إلى فلسطين أو إسرائيل كانت محرمة من العقيدة اليهودية حتى أواخر قرن 19 كيف كان العودة إليها شيء محرم؟ كانت تسمى التعجيل بالنهاية لأن العودة إلى فلسطين يجب أن تتم تحت قيادة المسيح المخلص اليهودي المشيح اشتركوا في القناة